طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة من اه البرنامج المفضل والبرنامج اللذيذ والجميل اللي بنلعب فيه مع بعض يعني انا استفدت بصراحة جدا 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 من اللي انتم كتبتوها في الحلقة اللي فاتت وهنحاول قدر الامكان ان احنا يعني نشوف ايه اللي احنا غلطنا فيه الحلقة اللي فاتت ونعمله في الحلقة دي اه خلينا بس ايه نزبط كده بعض الاشياء طيب احنا المرة اللي فاتت لعبنا جيم واحدة وهي اللي لعبناها مع سلطان عبدولو طبعا انتم يعني اتضايقتوا ان انا قاسيت عليه اه بعض الشيء فعلشان كده خلينا نبدأ بقى جيم جديد هنلاعب فيه اه العقرب واضح هنا ان الموضوع متكافئ شويتين يعني اه مش متكافئ ايه بصراحة لان هو عنده بعض الموارد اللي مش عندي هو عنده هنا صخر مثلا عندي معدن بس اه ولكن الزرعي لحدا ما كويس عندي وعنده فخلينا بس ايه نبدأ ونتوكل على الله ويعني بسم الله طيب مبدئيا زي ما اتفقنا على طول كده بنقوم حطين الجراناري علشان بس يعني نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني نحط الجراناري ونقوم حطين كده كم حاجة علشان بس ما نبصش على الاكل ويبقى شغلنا في البداية ونبص بنلاقي بتبقى ونلاقي بقى الحاجات اللي اتزعل دي اه لما بنبص كده تحت هنلاقي ان عندنا خشب والله عندنا خشب يعني وعندنا خشب فوقه بتاع فهنحط بس ايه اه كم خشب هنا كده وبعد كان زود الخشب اه تحت لان التحت برضو بعيد عنه كتير يعني اه هنقوم برضو مسرحين دول ما هو ريهانك الحرية الحرية يا والله الواحد بيحس ان الحرية لها طعم كده لما هم بيقولوها بصراحة الحرية تمام هنحط سوق والله يا جماعة يعني انا بقى انا بحيو لهم طيب هنحط اه الحاجة بتاعتنا دي اللي بتطلع علينا الجنود احنا محتاجين اه ناس تدافع عن اه الارض لان احنا عندنا مزارع وشغل بعيد كده اه طبعا مفيش اه ناس ودي حاجة متوقعة بشدة انا حط بس كان بيت هنا كده ناس طبعا مفيش خشب وهي دي بقى المشكلة يعني ان احنا هنهاجح بعض المشاكل في البداية كده انا بس هحاول احط يعني اطلع فرسان هنا او احسنة علشان بس ما ادلوش فرصة ان هو يزرع هنا في المكان ده طيب ان هو يستفيد بالخشب ده باي شكل الاشكال يستفيد بس بالخشب اللي عنده ورا اللي هي اساسا امكانيات محدودة يعني هنزل كل الشعب اللي عندي احسن واقوم ايه خليهم هنا ويعملوا باترول في الحتة دي بس يعني عشان برضو ايه ما بقاش فيه اي هجوم باي شكل الاشكال مفاجئ يعني ونحس ان احنا بقى ايه اتزنقنا والدنيا عندنا ما بقتش اه كويسة خلص طبعا ده هيأثر طبعا على الاكل عنده وايه يا باشا عاملوا باترول طبعا انا بغلط وبدوس على الباترول اكتر من مرة بحيس ايه بفكر ان ايه مسلا مش هادة مش هادة داس عليها ولا حالة طيب اعزنا نفتكر او خلينا نفتكر انا مفيش اه صخور فنحط بقى معدن انا بحب بصراحة ان انا زود الحاجات بتاعتي يعني انتو برضو علقتوا اكتر من مرة على ان انا بزود في المصانع وبتاعو ده غلط انا بصراحة مش شايف فيها حاجة غلط خالص لان انا بحب بصراحة يكون عندي موارد كتير طبعا الاكل شغال كويس جدا فوق لان اسمه اي ده الجراناري محطوط في مكان استراتيجي نزود مناجم حديد طبعا ما جاستيك دي كده انا اولمس ما تحس ان انا بياي ايوة انا بعمل حاجة انا جامد جدا ما عارفش بصراحة طيب هو واضح ان دول برضو بدأ ان هو يتقتل منهم شوية حلوين هنزود بعض البيوت علشان بس يكون عندنا انتاج كتير من المعدن ونحاول نحن نستفيد منه قدر المكان تولي انت ليه مخلش وقت الصخرة اللي عندك دولة ولكن احنا ممكن نحتاج نبني او حاجة ولكن يعني انا استخدامي للفرسان اكتر في المعركة دي هو واحد بس اللي احنا بنقابله يعني طبعا في مشكلة في الخشب الخشب قليل فممكن نستخدم خشب اكتر ونخلص على الخشب اللي فوق ده تمام يا ابن الكلب يا وسخ بص 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 عمل ايه كلب الوسخ ده يا لهو علي فظيع حركة فظيعة والله العظيم اللي عملها دي عاش غدر 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 يعني طيب احنا هننزل بس حاجاتما اللي هي بتتخلص على الحاجات دي بسرعة يعني نلحق نفسنا ايوة تعالي لي ما فيش خشب يا ده ما فيش اصلا فلوس عايش 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 طيب بسرعة عايز بس اي واحد اي واحد يروح بس يخلص لي الموضوع ده هنا يا ربي اي اي كانت مفاجأة والله العظيم مفاجأة فظيعة عاش عاش الغدر الغدر جه من الاسكاربيون اه بشكل فظيع يا ابن الازينة ماشي هو طبعا ده رايح يطفي ولكن هو ممكن يموت اصلا يعني وهو في الطريق طيب احنا بس نلحق يعني انا اهم حاجة عندي ما ينتهيش ولا ايها حاجة طب سرعة طفوا الموضوع يعني طيب هو كانت حركة غادرة عملها ولكن عدت على خير الحمد لله اه زي ما هو هنحتاج واحد بس هنا طيب 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 نتمالك برضو اعصابنا شوية ابن الازينة ده عمل حركة مفاجأة مكتش متوقعة خالص خالص انه هو ايجي من وراه يا ابن اللازينة لعيب عشان بس انا كانت مشكلتي ان انا مركز على قدام اوكي طبعا البيوت كلها تهدمت طبعا فما بقاش فيه اصلا شعب عندي بس يلا ننزل الناس تاني ونرجع الامور لنصابها مرة تانية طيب اه هنا دول قالوا قالوا جدا 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 وانا كده ما بقاش عندي الا هم اصلا خط دفاع فكانت مشكلة خطيرة والله اللي حصلت دي بس نايس يعني نحاول نحن نعيد اه ترتيب اوراقنا مرة تانية عايزين بس علشان اه نحاول نحافظ على مستوانة الرجل ده زعلان ليه ايوة كده بس البوبيولاريتي هترجع تبقى كويسة تانية هو طبعا بالا الالعب بتاعته وزبط دنيته خالص ودي مشكلة ليه بقى لان الاسكوربين لما بيبني الالعب بتاعته ما يبقاش عاطفي نهائيا بيحط بقى ايه اللي هي الفخخ بتاعت النار وبتاعه فطبعا ده كله يعني هقول لكم ان شاء الله زي نعديه دلوقتي اه اتمنى بس ان هو يقول لي ان البوبيولاريتي از رايزينج علشان نبدأ نعمل اي حاجة في الحياة بتاعتنا اه هنا دول شغالين بس مش شغالين قوي مش صح ان انا اعتمد عليهم في معركة زي دي بشكل كامل عايزين اه فلوس خلص انا باعت الصخر اللي عندي اضحي بفكرة ما يبقى عندي صخرة اصلا نبني بس كنيسة كده عشان خاطر يعني نجيب ناس والكنيسة اصلا ما فيش حد يعني واقف فيها ولا اي حاجة نحط لهم برضو شوية زرعة هنا يعني نضحك عليهم نحسسهم يعني ان ايه ان احنا مهتمين بهم قوي ونحط كده ايه حاجة العائلة يلعبوا فيها يلا وخلي ايه العائلة تلعب وتبسط والارض بتاعتنا ببوز اه يا غدار يا سكوربيون انا مش هاسبها لجديد انا هحرقك حرقة يعني هموته موتة ان شاء الله بس يلا خلينا برضو ايه في معدن كتير بيجي ممكن نستغلي الحتة دي في ان احنا نحط امح ولكن انا بصراح لا لا ارجح هذه الفكرة ايه طيب علشان الموضوع ما يكررش تاني انا بس مستني الناس تيجي تاني الكسل بتاعتنا الاكل برضو في مشكلة لان في بعض المزارع اه مش شغالة بس هنزود قدر الامكان يعني المزرعة دي كانت مهمة والمزرعة اللي هناك دي برضو مهمة فاحنا بس الناس تيجي عشان يرجعوا يشتغلوا مرة تانية ونزود بس المشاكل اللي احنا عايشين فيها دي الحصل دي علمنا ايه بقى الحصل دي علمنا ان احنا نخلي بالنا من ظهرنا يعني الغدر ممكن يجي لك يا باشا من اي حتة ومن اي مكان فعليك ان تحذر وعليك ان تخب بالك ايوة كده اي انا مستني بس عشان نوعيد الامجاد مرة تانية والا احنا بقى هنفضل كده نراقب نراقب هزي الازمة اللي احنا مرنا بيها ممكن لو حطينا بس كان بيت تحت كده ممكن يطلعونا ناس ايوة طلعوا بالفعل ما تروحيش في حتة يا ماما انا هجيبلك الحاجات اللي بتبسطكو ديت لحد عندكو اهو اهي يا ماما تعال يا ماما لعب انت وعيالك هنا يا ماما تعال يا ماما انت راحة فين اودي دول هناك وبعد كده نطلع بقى حصنا تانية آآ يبدأوا هما اللي يزبطوا الدنيا يعني اتضيقت انا اتقفلت انا كده باللي حصل ده الكنيسة اشتغلت الحمد لله فده هيبسط الناس شوية دولي هنا بس كده وهكان ام ايه منازلين الناس تاني مش عارف ليه اخرهم تمانية بس يعني ممكن لو زودنا كان بيت تحت يعملوا لنا برضو ايه شغل اه لحد ما كويس يعني طبعا في ارض زي دي اه مش من المنطقة خالص ان انت تبني بقى تاورز كتير وتبني العق وكده لان اصلا يعني الموضوع مش مستهل خالص يعني هو ان شاء الله هنخلص عليه في اقرب وقت ممكن يتلموا بس هنا كده ومعملهم عادي زي ما احنا ما متعودي طبعا هو الناس بدأت تروح بقى وبدأت تشتغل عنده ولكن يلا ارجعوا مرة تانية وسيطر بقى وسيطر بقى علشان انا ما كنتش مسيطر خالص الفترة اللي فات دي انا ما كنتش مسيطر خالص وكنت سايب له الحبل عن النبي بص بقى بص بقى بدأ يشتغل كويس فاق بقى فاق هو كده خد راحته يعني خد راحته فعليا يعني ممكن برضو ايه يعني نقرب اا كان في واحد قال لي في كومنت ان انا لو حطيت كده شوية زرع هنا جنب الجنود طبعا ما فيش جولد اصلا فهم مفروض يشتغل كويس يعني بتولهم بس زرع هناك كده عشان بس ما يجوش تحت هنا ويرتاحوا يعني تعال اعمل بتاعك انا اعمل حاجة مشكلة كبيرة جدا ان انت تسيب له فرصة يبني فيها بقى قلعته ايه يتزبط بقى براحته طيب ممكن احنا برضو ننزل شوية او ممكن نعمل حاجة حلوة جدا ايه بقى الحاجة الحلوة ان احنا احنا ممكن نخلص الجيم دلوقتي بصراحة بس يعني ايه خلينا برضو عشان نعمل عليه هجوم صح نستهلنا بس اصلا معانا مورد حلوة كده لان انا بصراحة يعني في هذه المعركة انا بقى ناوله علانية بصراحة يعني لان هو مش مرايحنيش تمام بنت عندك الدنيا هنا بقت فاضية ننزل امح لا مش هنزل امح يا سيدي انا بس عايزة بص كده هنا بتاع ده فاضي ليه والله شكلنا هنضطر ننزل الامح بقى ولا ايه مش عارفة الهجوم ابن الذين اللي عملوا هنا ده اثر بشكل كبير جدا على الجراناري طيب لو حركنا دول هنا يبوا واقفين بس في مكان يعني ما فيهوش اه ناس اه لو زودنا خشب هنا ايبا الموضوع افضل يعني ناس تقضي هنا تشتغل شوية هنبيها كده بقول بقول عشان بس نعرف ان احنا ننزل جيش قوي هنا بقى انا هحتاج علشان الهجوم يبقى يبقى مظبوط يعني استاذ استاذ اسكوربيم ده انا هبهدلك ليه بقى عشان برضو مفيش اكل انا الاكل كويس والله بس يعني هم عبتقول لي بس شوية تعيش كده بعدين هعمل حاجة حلوة جدا وهي ان انا هوقف البتاع الا اه نزل لي كده كم انجينير تمام بص يا باشا انت رقم واحد يعني هتعمل لي ايه تعمل لي ايه طب ما تيجي نجرب كده هذه المنشآت يعني ممكن لو عملنا منشآة هنا كده لهذا الموضوع انا بس عايز اجرب يعني انما الحاجات ديات ما جربتاش خلوة. حلوة هو فيه تلاتة رايحين دلوقتي. فده ايه? ده ما صندش ان انا نحتاجش ايه. اه طيب. ده تقريبا برج الجنود بيخش فيه. خلينا برضو نجربه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه حلو ده. اممكن يفضل اه يفضل مش طيب حلو. بنجرب برضو. احنا طب اقعلا له. والطاور ده لازمته ايه بقى? لازمت ان هو بيخجم. طب حلو احنا بنجرب برضو فيه حاجات لان هو برضو كالراجل موزي. وده مش معناه برضو ان احنا ننسى الاسلوب القديم بتاعنا او الاسلوب اللي هتتعودوا عليه يعني. وهي بتاعتنا. استهدى بالله بس ده انت هتتنفخ دلوقتي. ممكن انهم حطين برضو ايه? اخر. اه في هزا المكان. احنا كده الصغر لنا بقى المهندسين بتوعنا صح? تقول لي بقى هل اه هو عنده صخر كتير? اقول لك يا باشا هنجرب. يعني هنشوف كده اه دي بناه هو اه تاور جديد. ودي بناه برضو بوابة جديدة. خلينا بقى خلي المانجانيك يتسلى عليه كده. طب هم انا مش فاهم بقى المانجانيك بيجيب صخر منين اصلا والآ وايه مش عارف. بس هو من الواضح ان المانجانيك قوته اعلى بكتير جدا من الكاتابول العادية. ليه بقى? لان هو واضح ان هم بيهدموا البرج في ثانية وديهم مركزين على البتاع على البوابة برضو هيدمروها في ثانية. انا مبسوط بصراحة بهذا الاكتشاف الحال. طبعا فيه ناس منكم اكيد يعني هم بتعودين على هذا الامر. ولكن انا دي بالنسبة لي حاجة الجديدة يعني. طيب نزوج برضو كده. ونشوف كده الناس راضين عن ادقنا ولا ايه? شكرا يا رجالة. انا برضو هده ده كان العشم يعني. طيب احنا كده بقى نخليهم ياكلوا انواع مختلفة من آآ الاكل. وهنا ممكن نحط بقى ايه حاجة جديدة. انا طبعا هلأ انا محتاج خشب? لأ انا مش محتاج خشب. فالله هعمله بقى ان انا خلاص. هسرح بقى. هسرح الناس اللي شغالها في الخشب. وفضي بقى المكان اللذيذ بتاعهم. اقبص. واقفة على حتة صغيرة كده. انا فيش مشكلة. نحط جبنة. نحطين جبنة. نحطين جبنة. وهو سيبه بقى بعبعة زي ما هو معايز كده. انا مش هممني طبعا الكلام الفاضي اللي هو بيقوله. آآ طيب. واضح ان احنا بخلاص يعني بدأنا نخلص اصلا على الدنيا بتاعته. هل بقى دول كانوا ضروريين? انا بحبهم. ما تقول ليش بقى ضروريين ولا مش ضروريين? انا بحبهم. تمام. اتقى قدام ورد جالة. طيب ما فيش اي هجوم عليهم. بس. انا قلت ان هو يعني الراجل داي استاهل كل اه كل حاجة وحشة بصراحة. بصراحة يعني. طيب هنحط برضو ايه بعض الجنود الخاصة? قوات كده يعني مسلا حوالي عشرة على اللي هناك دول. ازا بقى عندنا تمنتاشر واحد حلوين والله. حلوين. تمنتاشر واحد حلوين. انا بقى كنت نفكر التاور ده لو استخدمته كده حط الناس هنا. بس لا واضح ان هو مش. ما فيهوش الكلام ده. اه مش عارف يعني اوما لو استخدمه يعني انت بتستخدمك ايه. طب تعالى كده. اه مش هضحي بيه كل الله بس يعني ايه اللي هو يعني هنجر او بنشوف كده ايه اللي المفروض بيحصل لما انت بتتحرك يعني. طب انا هو حط الفخاخ بتاعة النار وش. اه. هنشوف كده ايه اللي هيحصل له. اللي هجوم بس شكله عايب اعمل ازاي بتاع التاور. اهو ايه بقى اللي حصل. او اوكي 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 ايه. ده فتح الفتح القلعة خالص. ده شيء ممتاز جدا انا مبسوط. انا كده متكيف والله. يعني شغل شغل فاخر من الاخر. ده يتحطي انا كده انت خلاص احتلت. ياها سلام. طب ما والله ده احنا ممكن نقضي عليه بقى بص. مش انت جبتلي حركة غدر. يلا. اه حركة غدر. ايه. نار نار ايه ايه جريال. ايه جريال. يلا. قتل يلا ما يهمكش. قتل يلا. يلا. خشيلي نار نار. نار يا حبيبي نار. نار جوه. حطت فخاخ جوه. حطت فخاخ جوه ارضك. لا انت مالك مش طبيعي. يعني. انتو طبعا بتلفوا عشان خاطر تفتحه الفخاخ بتاني يا براب. طبعا انا اظن ان هم مش هيموتوه بصراحة يعني. يا ابن اللزينة. بس قويته برضه ما تقصرتش. انا مبسوط طبعا ان البرج لسه موجود. وانا وافقت يا برش. يلا. يا رجال. يلا رجال هناخذه هزي الارض. خلاص كده هو الراجل ده اخد اكبر من حجمه بصراحة وانا يعني اه فضل فضل كيلي منه. في الله. الدولي بس كده على الناس اللي معاه سهم. وقفين فين? هو ما كانش فيه غير الكلب ده. يعني الكلب اللي كان واقف فينا دوت هو اللي باخدل اللي داني. اوه يا انا اوه يا انا حزينة انا. بص 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 هيدمروا البرج. ادمروا البرج اللي كنت عامل. يا تليق ليلة اي حد يارب مالبرج يا. ايه تليق لئي حد يارب مالبرج. ايه انتم جننتم. جننتم يا انتو هول لي. بس يلا طلعوا يا شباب طلعوا يا شباب انتو عارفين انتو هتعملوا ايه بس نديكم بيو حلوة كده للمعركة اللي هيتوكل على الله فيها انتو بتتدربوا ايه انتو سيبوا الرجال اتخلش وتشوفشوا غلا دخلته يلا يفوق هنا كده بسم الله اظن بقى ان هو ملحقش يعمل نار ولا هيعمل حاجة في السنة السوداء اللي هو الراجل ده مش طبيعي بالله طيب هو دخل بقى خلاص ما تقتلوش الابرياء اطلع وشوفوا شغلك اطلع انتو هو شوف شغلة مع السلامة بش طيب احنا عدينا الحرب دي بسلام بس اه اتضيقت انا بصراحة من اللي اللي عمله في الاول ده لو بيغزني بيعمل يقولي واتشورباك الحرب دي خلصت واضح ان انا اخفقت فيها ولكن الحرب اللي هتبقى موجودة في الحلقة الجاية لان احنا رايحين على ديس دستي لاند هتكون مثيرة اللي اهتمام شغال ان انت عندك حليف هنا ومش اي حليف بصراحة ده اللي هو قلب الاسد وفي نفس الوقت انت هتلاعب اتنين بقى يعني هتلاعب دا اسكوربين وهتلاعب دا جاكال يعني ايه دا جاكال انا مش هعارفه طيب يعني انت هتلاعب اتنين خليفة واحد يعني واحد نفس المستوى بتاع اللي فات واحد تاني اللي هو ايه دا جاكال وانت محطوط يعني في مكان كويس جدا 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 وفي كده حاجة زي نهر النيل وفي دلتا هنا وفي دنيا يا حلوة بس هنخلي الموضوع دوت للحلقة اللي بعد كده لانه واضح ان هي هتاخد مننا شوية تقت يعني انا مبسوط بالجيم اللي احنا لعبنا دا واتمنى ان هو يكون عجبكم في نفس الوقت مش مبسوط قوي علشان اللي حصل في البداية ولكن برضو احنا بنتعلم مع بعض يعني اه الحلقة اللي فاتت كتبتولي كومنتز كتيرة جدا انا طبعا استفدت من كتير منها واضح ان انا في الحلقة ديت برضو بنجرب يعني بعض الاسائيب القتالية المختلفة فيعني اه اراكم مهمة جدا 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 في هذا البرنامج اتمنى تسيجوه لكم تحت في الكومنتز اللي اعجبتكم الحلقة اعملوا لايك ليها كمان اشيروها اعرفوا الناس ان في حد بيلعب اللعبة اللي كانت زمان اسمها صلاح الدين ولكن النهاردة اسمها وبنلعبها وبنلعب اللي فيها فيعني بس كده السلام عليكم